ماذا نفعل بهذه المعضلة معضلة الدائن والمدين في الوردن ينضم إلينا مقرر لجنة القانونية نيابية سعد تنائب الدكتور غازي بن نيبات دكتور أصعد الله أوقاتك يا سيدي وأوقاتك أخي وأوقاتك 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 الأخوان المجتمعين حياكم الله دكتور الجدل لازال قائما واللي يعني أخذوا وغطوا ومنه نحكي هون ومنه نحكي هون في النهاية ليش قاعدين توصلوا؟ بنا نطمن الأمور هي رائفة أخي المشكلة ليست التشريعية بلاكس 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 المشكلة هي مشكلة صرافهمية على مدهب القلب والسامية وقعت العزن على المساعد الدولي وعادي الدولي لحقوق الإنسان هذا القهد يمنع حكس البديل نهاية كان بالإمكان نجدول أنفسنا من هذه الأيام ونصير بخطأ متوازنة وخطأ متوازنة حتى نصل كما وصل دول العالم كله المتقدس والمتأخذ حتى وصل للدرجة نور وحكس البديل وصل على الإنسان ثقته بنفسه وتقاطب بالضمانات اللي بقدمها للإنسان وليس تقاطب الورقة اللي بقدمها قاعد بالجنوبية تمام الآن وصلنا أخي لنقطة لأسف نقطة يعني وصلنا لنقطة عقدة وليست حبكة يعني ليست قابل للحل لكن نحاول جاهديا لنجد حلول معين الآن عندما يتحدث برئي وزير العدل وهذا كلام رسمي أنا مسؤول عنه يقول أنه عدد المطلوب الآن مئة وثمانية واربعين ألف يعني مئة وثمانية واربعين أسرة مهدد بالتشرد مئة وثمانية واربعين ألف أسرة في البدين المدني فقط الشكات ما طرقها لحد الآن ما طرق الشكات يعني غير ناهيك عن ذلك ما يعادنهم تقريبا هاي الشكات وكمبيلات الآن في الأدراج لن تقدم لأنه لأسانا سمتين ومقفين حبس المدين فما حدا تقدم بشكاو إذا تقدم تقدم نسبة قليلة جدا الآن بشعره هنا رجع حبس المدين رح يطلعوا كل راقم اللي بالأدراج وفي القاطع ويتقدموا به بانتي بتحكي على مبلغ بتحكي على رفع مليون ما بتيجز رفع مليون هل أنا قاتل من أسجل خمسة بالمية منه يعني لا مقبولي ماديا لا سجون تتساش نستعيش غال بالسجون وأيضا كلام رسمي مئة واربعين بالمية يعني كل سجن بسعة الشخص في ألف واربع مئة واربعين يعني بناء مشفتان هذا من ناحية مادية من ناحية أخلاقية يعني من مستوى العالم كلنا تزدن الناس على دين مدني كمان لأنه هذولا في منهم ناس بجوز في ناس منهم مطل في ناس منهم محتالين معك جوز خمسة بالمية منهم بستهدن حمسة لكن في خمسة تسعين بالمية أو حتى لو قلنا خمسة بالمية مش خمسة تسعين بالمية هذول ناس أفلسوا أفلس بيشتر الظروح نتيجة الجائحة أفلسوا فما عادوا قادرين على السداد يعني شو الفائد منك تسجينهم هذول يعني السجنهم وضعهم بسلين يعني عبارة عن نوع من التعذيب غير المجدي غير المنتج لا للدائر ولا للدولة ولا أي حدا وغيرنا هيك عن تكلفاتهم تكلفة السجين بعصائيك مدريت الأمن العام فعالي سبعمل وخمسة دينار بالشهر فسيدي يعني طيب انتوا قعدتم على الحكومة شو اتفكتوا سيدي قلت لك الحكومة بنفس الجالب اللي حميشتغل بيفكر من نفس الطريقة والعراء متضارب أنا كابد بيكحبنا رأيي الشخصي أنا كنت طالب اللي أزاله طالب اللغاء حبس المدينة أي الآن توجه الحكومة أنه الغاء حبس المدينة إذا كان الدين أقل من خمسة دلاث لكن هو حل غير مكنع وغير مرضو لأشهر لأن الشو برق بين خمسة دلاث بين خمسة دلاث ومية مثلا لأن في ناس مبلغ خمسة دلاث هو تروتب صحيح يعني في ناس الخمسة دلاث لما تقولوا ما بدي حبس المدينة خمسة دلاث هذا الخمسة دلاثية تروتب يعني أنت ضريت الدائن الفقير وسعت الدائن الغني صحيح يعني سيدي بس إحنا نعالج مشكلة يعني أرجوك يعني ما تعتمدوا أنه والله مجلس النواب بكث مجلس النواب أمام مشكلة قائمة يحاول أن يجب حلول بأبسط الطرق إن شاء الله نصل لحلول يعني نتمن إن شاء الله ما اتفقت لسه شيء معين وواضح لأنه لا نتعلم مناقشة مشروع الحكومة موجود بين أيدينا هناك رأي راجح يقول بترك الموضوع طالما من المشكلة سنعتر حكومة فلنترك تشريع الحكومة عالج ما نتعود للنقص طيب يعني لسه لسه ما منقدر نحكي بتكتلغوا حبس المدين وما منقدر نحكي إنكم تكتلغوا حبس المدين لحد الآن والله ما في رأيك يلا الله يجيب الخير كل الاحترام سعادتنا شكرا يا دكتور شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا